عدت الشخصية دي ملحة جداً في دماغي وبعدين جيت اتصل الشخصية دي قامت قامت قيلالي اذا انا انت كنتي على دماغي بقالك فترة وانا مبارح كنت اعمال اقلب في الارقام كلما حاول اتصل بك في حاجة تحصل وانا انسى اتصل بك الا اي نفسي انا اللي بنتصل بها تانيوم الكينون الفكرية هي بكل بساطة عبارة عن خليط من صورة ذهنية يرافقها شعور معين وبالاضافة بتكون محملة بالطاقة لما انا بعمل صورة ذهنية مثلا انا عايز اتصل بفلان او انا افتكرت فلان على سبيل المثال بالنسبة الي مو من المستحيل انه انا ما اشوفه اوكي فانا عندي ايمان الى حد ما انه ممكن تحصل بكل بساطة لو انا طاقة جسمي كتير تمام انا في صحة جسدية ممتازة فبيكون كمية الطاقة بجسمي كتير قوية هذا الخليط السلاسي بيعمل كينونة فكرية هاي الكينونة الفكرية هي عبارة عن طاقة هدفة انه انا اشوف فلان الكيفية انه انا هشوفه ازاي مش موجودة هي بس هدفة انه انا من المحتمل انه اشوف فلان او اكلمه او يكون فيه بيني وبينه اي اتصال هاي الكينونة الفكرية هي بتتولد بالحقل الطاقي تبعي انا فطبعا طالما هي متصلة بشخص معين فهي حتنجذب انه تروح لطاقة هذا الشخص فهي حتنجذب لطاقة هذا الشخص فأيا كان حتى لو كان عايش بدولة تانية لاني الطاقة بتنتقل بسرعة الضو فهاي الكينونة الفكرية هتنتقل توصل لهالة الشخص فباللاوعي هي لما بتوصله هو حيحس انه هو محتاج انه يكلمني طبعا احيانا ممكن الكينونة الفكرية تأثر فيه بس هو ما يتصل هو حيفتكرني فممكن تاني يوم لما اكلمه يقول لي على فكرة انت مبارح كنت على بالي هو فعليا الكينونة الفكرية قدرت تعمل شيء ولكن ما وصلت لمرحلة الفعل انه هو يتصل او يكلمني هذا بيعتمد طبعا على الحالة النفسية للشخص التاني بيعتمد انه هو لو مشغول ولا لا بيعمل ايه التوقيت فرق التوقيت ممكن انا بفكر بتوقيت كتير متأخر فهو يكون نايم فالكينونة الفكرية هتأثر فيه ممكن تاني يوم اشتركوا في القناة